الجديد هو انتقادات الكريملين للدعم الغربي الغير مشروط لأوكرانيا بالعتاد العسكري وحتى الدعم بالمعلومات الاستخباراتية التي انتقدها المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الذي قال بان الدعم الغربي خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا للجيش الاوكراني بالاسلحة وبالمعلومات الاستخباراتية من شأنه ان يعيق العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا لكنه لن يحول دون اتمام هذه العملية بحسب الوصف الذي استعمله بيسكوف الذي انتقد اليوم تلك الاخبار التي تؤكد بان الولايات المتحدة قامت بتقاسم معلومات استخباراتية مع القوات الاوكرانية ما ادى الى استعمال هذه المعلومات من طرف الجيش الاوكراني واستهداف عدد من الضباط الروس الكريملين لم ينفي هذه المعلومات لكنه انتقد وبشدة تعامل الغربي مع الملف الاوكراني ومواصلة ضخ المزيد من الاسلحة للجيش الاوكراني المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف علق ايضا عن الهدنة الانسانية التي اعلنت حتى السابع من مايو في محيط مصنع ازوفستال هذه الهدنة التي اعلانها في وقت سابق وزارة الدفاع الروسية التي قالت بان موسكو اعلنت هدنة حتى السابع من مايو في محيط مصنع ازوفستال بمعدل عشر ساعات يوميا لتسهيل مهمة اجلاء المدنين من مصنع ازوفستال هذه المعلومات اكدها الكريملين اليوم وقال بانه بشكل فعلي بدأت هذه الهدنة وبان الجيش الروسي والقوات التابعة لجمهورية دانيتسك اعلنت وقف اطلاق النار من طرف واحد تزامن مع تلك المواعيد الزمنية التي خصصت لاجلاء المدنين من مصنع ازوفستال اكد الكريملين ايضا بان الجيش الروسي لا يزال يحاصر مصنع ازوفستال وقال بان المنهجية التي ينتهجها المسلحون داخل مصنع ازوفستال شبهها بالجماعات الارهابية في سوريا عندما طالبت هذه الجماعات في مصنع ازوفستال بالتبادل المدنيين والحصول على الطعام والدواء هذا الامر استنكره الكريملين وشبهه بتلك السياسة التي تتعامل بها الجماعات المسلحة في سوريا كل التصريحات التي ادل بها المتحدث باسم الرئاسة الروسية تؤكد بان مصنع ازوفستال لا يزال محاصرا وبان القوات الروسية تحاصر الجماعات المسلحة التي تصنفها عفوا بالجماعات النازية المسلحة والكتائب القومية المتطرفة تؤكد روسيا بانها شرعت بشكل فعلي في هذه الهدنة الانسانية حتى السابع من مايو لتسهيل مهمة اجلاء واخراج المدنيين من مصنع ازوفستال هذه التصريحات من الكريملين تتزامن ايضا بسير العملية ومواصلة العملية العسكرية في الاراضي الاوكراني وفقا لبيانات رسمية من وزارة الدفاع الروسية افادت بان الجيش الروسي تمكن من تحييد وقتل اكثر من ستمائة مقاتل من الجانب الاوكراني بما فيها الجماعات التي توصف بالنازية الجيش الروسي قال بانه اسقط ثلاث مقاتلات اوكرانية ودمر 14 طائرة مسيرة تحدثت وزارة الدفاع الروسية انها تمكنت من استهداف 93 منشأة عسكرية للقوات الاوكرانية في الاربعين وعشرين ساعة الماضية وتمكنت من تدمير مستودعات للسلاح في محيط مقاتعة نيكولايف شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة